أهلاً ومرحباً بكم طلابي أحبائي طلاب الصف الحادي عشر هذا هو وصف للوحدة الثانية وهي كما يظهر أمامكم في الشاشة بعنوان مناجات الطبيعة سنتعرف إلى الموضوعات والمحاور في هذا الفيديو والتي سنبدأها بقصيدة المساء للشاعر خليل مطران دعونا نبدأ وكما يظهر أمامكم عندما نقول تعريف بشاعر فلابد أن الناس سيكون شعر قصيدة أبيات هذا هو الشعر خليل مطران الشعر اللبناني تنقل بين بيروت وأنقرة وباريس استقر في مصر كان يلقب بشاعر القطران أي مصر ولبنان هو قائد ورائد المدرسة الرومانسية في الشعر العربي المعاصر من أكثر ما يميز الشعر بالصدق الوجداني الأصالة العربية وله ديوان مطبوع يسمى ديوان الخليل هذه القصيدة كتبت في قصة حب فاشلة عام 2 وتسعمائة والف بالطبع هذه القصة أثرت على شاعرنا فمرض على أثرها فأشار عليه أصدقائه بالذهاب إلى الإسكندرية للاستشفاء العلاج من مرضه النفسي حيث هناك هواء البحر وسحر الطبيعي لكنه لم يجد ما كان يرجوه فقد تضاعف ألم الفراق لحبيبته التي تركها في القاهرة وألم به المرض وخرج ذات يوم قبيل الغروب وقف بشاطئ البحر حتى حلول المساء ورأى كيف فضل الليل وكيف جاء الليل ليقضي على حياة النهار فتخيل أن هذا الحب سوف يقضي على حياته كما قضى الليل على النهار فانفعل بهذا الموقف وكتب هذه القصيدة دعونا نرى ما هي أبيعة هذه القصيدة داء ألم فخلت فيه شفائي من صبوتي فتضاعفت برحائي يا للطعيفين استبدى بي وما في الظلم مثل تحكم الضعفاء قلب أذابته الصبابة والجوا وغلالة رثت من الأدواء والروح بينهما نسيم تنهد في حالي التصويب والصعداء والعقل كالمصباح يخشى نوره كدري ويضعفه نضوب دمائي هذا الذي أبقيته يا منيتي من أطلعي وحشاشتي وذكائي إني أقمت على التعلة بالمنى في الغربة قالوا تكون دوائي إن يشفي هذا الجسم طيب هوائها أيلطف النيران طيب هوائي أو يمسك الحوباء حصن مقامها هل مسكة في البعد للحوباء عبث طوافي في البلاد وعلة في علة منفاية لاستشفاء شاك إلى البحر اضطراب خواطري فيجيبني برياحه الهوجاء ثاو على صخر أصم وليت لي قلبا كهذه الصخرة الصماء يا للغروب وما به من عبرة للمستهام وعبرة للرائي ولقد ذكرتك والنهار مودع والقلب بين مهابة ورجائي وكأنني آنست يومي زائلا فرأيت في المرآة كيف مسائي وبعد قراءة القصيدة سنقوم بالانتقال إلى المعجم والدلالة وهي الأسئلة التي تختص بالمعاني بالكلمات المفردات الدلالات وكالعادة أضف إلى معجمك اللغوي الصبوة الشوق والحنين البرحاء الشدة والمقصود اجتداد المرض الصبابة حرارة الشوق الغلالة الثوب الرقيق والمراد الجسم التصويب الانخفاض والهبوط والمقصود هنا الشهيق الصعداء الزفير الكدر ما يخالط النفس من حزم والتعلة التلهي والتسلي والحوبة النفس وبالطبع سنقوم بالانتقال إلى أسئلة الفهم والتحليل هذه الأسئلة التي نعدها مباشرة بعض الشيء تتأكد من فهمنا للنص كما تلاحظون يقول الشاعر في البيت الأول داء ألم فخلت فيه شفائي من صبوتي فتضاعفت برحائي الداء الذي يشكب منه الشاعر هنا أيضا يكشف الشاعر عن فجوة بين حاله وتوقعاته كيف ذلك نريد تفسيرا لذلك بالطبع ستقوم بحل هذه الأسئلة بعد أن نقوم بتحليل هذه الأبيات سننتقل أيضا خلال هذه الوحدة إلى موضوع النعت موضوع نعت ليس بجديد عليك النعت هو من التوابع يذكر بعد اسم سابق له يسمى المنعوت وأيضا نسميه الصفة والموصوف النعت والمنعوت هي بنفس المسميات ليصفي في بعض أحواله يوضح متبوعه إن كان معرفة ويخصصه إن كان نكرة وهو يطبعه في الإعراب والتعريف والتنكير والإفراد والتثنية والجب والتذكير والتأنيث بالطبع يعرض لنا الكتاب مجموعة من الأمثلة ويوضح لنا هذه المفاهيم المصدر الصريح وهو اسم يدل على حدث غير مقترن بزمن سنتعرف إلى مصادر الأفعال الثلاثية ومصادر الأفعال غير الثلاثية كالفعل الرباعي والخماسي المزيد وإلى آخره هذا هو عرض سريع لما سنقوم بتناوله خلال الوحدة الثانية أتمنى أن أكون قد وفقت فيما قدمته لكم طاب نهاركم بكل الأمل والخير والبركة